أتساءل عن التفاصيل وحقيقة ما يجري داخل البرلمان العراقي وأيضا فيما يتعلق بملف نفط كردستان العراق دعيني أبدأ في البداية بالوفد الكردي الذي سيصل إلى بغداد يوم غد برئاسة وزير الخارجي العراقي فؤاد حسين وكذلك عضوية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله بالإضافة إلى عضوية بنكين رايكاني القيادي في الديمقراطية الكردستانية ووصول الوفد الكردي إلى بغداد يوم غد سوف يبحث العديد من الملفات المهمة خصوصا في أشياء السياسية العراقية تباحث مع القوى السياسية الأخرى في بغداد ومنها الإطار التنسيقي وكذلك الفرقاء السياسيين الآخرين الذين يشتركون في نسج أو رسم الصورة السياسية في بغداد من أجل معرفة كيفية التوصل إلى رؤى متشابهة وأرضية مشتركة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي طال انتظارها وأيضا تعرضت العملية السياسية أو شهدت العملية السياسية الكثير من المتغيرات وكان آخرها استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي بالتالي الكرد وكما عاهدناهم يتعاملون مع الأمور بنوع من العملية كما يؤكد الكثير من المختصين بشأن السياسي العراقي وسيحاولون فتح قنوات التفاوض من أجل تشكيل الحكومة المقبلة وجود تفاهمات بين بغداد وأربيل حاوذ العديد من الملفات العالقة منها ملف تصدر النفط من أقليم كردستان المناطق التي تدار بشكل فدرالي واتحادي بين بغداد وأربيل خصوصا وأن وزير المالية العراقي كان قد صرح بأنه سوف يطبق القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية والذي يقضي بعدم إرسال الأموال إلى حكومة أقليم كردستان إذا ما استمرت بتصدير النفط من المنافذ الحدودية الكردية في أقليم كردستان العراق دون إرسال عائدات المالية إلى الحكومة المركزية وكذلك عدم السماح لوزارة النفط وكذلك شركة النفط العراقية بمراجعة وتلقيق كل القوائم المالية الخاصة بتصدير النفط والغاز لسنوات الماضية بالتالي ملفات كثيرة يحتاج إلى أن يناقشها الوفد الكردي في بغداد لكن وجود هذا الوفد في بغداد سيعني بكل تأكيد بداية مرحلة جديدة في العملية السياسية من أجل بحث تشكيل الحكومة العراقية المقبلة فيما يتعلق بقرار إنهاء عضوية الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي حيثيات هذا القرار؟ ربما هذا الموضوع هو إجراء روتيني باعتبار أن الكتلة الصدرية كانت قد سلمت استقالاتها في وقت سابق لرئيس البرلمان وأيضا أصدر البرلمان تصريحا بأن هناك نواب بودلاء سوف يكونون يعوضون عن النواب الذين قدموا استقالاتهم اليوم رئيس مجلس النواب العراقي أنهى عضوية هؤلاء النواب الثلاثة والسبعون الذين قدموا استقالاتهم لكن يتداول الخبر على إنه شيء مفاجئ باعتبار أن حتى هذه اللحظة لا تصدق ربما الأوساط العراقية سواء الشعبية وحتى السياسية بأن الصدر سيذهب فعلا إلى قرار الاستقالة ولن يعدل عنه في اللحظة الأخيرة باعتبار أنهم يرون بأن من الصعب جدا للكتة الصدرية أن تتخلى عن المكتسبات التي حققتها خصوصا وأنها جاءت بالمركز الأول في الانتخابات الماضية الأخيرة في أكتوبر من العام الماضي وبالتالي يتداول هذا الخبر على أنه ربما شيء غريب أو ربما يحتاج إلى التركيز بشكل كبير عدا عن ذلك هو إجراء روتيني يستكمل إجراءات استقالة الحكومة أو عفوا أعضاء البرلمان في الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي هناك دعوة لعقد جلسة طارية خلال الفترة المقبلة حتى وإن كانت ضمن العطلة التشريعية أو العطلة الفصلية لنواب مجلس النواب العراقي من أجل قبول واستقبال النواب البدلاء لنواب الكتلة الصدرية ودأهم اليمين الدستوري وبالتالي يعود أو يكتمل نصاب البرلمان من جديد